السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديت اليومي إخوان غادي تكون حلقة فيها فقارات قليلة ولكن دا أهمية وغادي مشون شوفوا يا إخوان الفقرة الأولى على واحد الموضوع لصراحة أيام وأنا بغير نتكلم عليه بحكم تجارب ديت الناس اللي وصلتني مؤخرا ناس اللي كتوقع على وطائق ما فاهمهاش ولكن من بعضي إخوان سنوات ربما تقدر تجبد لي هالصدار وهنا غنتكلموا على التجاريب باش الناس تاخد العبرة وكذلك بعض النصائح للناس اللي كتوقع على وطائق دي الخدماء لدي الكرام لدي الشراء لكذلك إخوان السيارات وغادي الرجوع ونتكلموا كذلك إخوان دائما في هذه الفقرة على مول تمنيتنا موبيلات ودخل المواطنة وغتشوفوا الحقيقة دياله كيفما أنه غنتكلموا يا إخوان على الحكومة ديال جورجا ميروني واش بغا تحييت سبيد سبيد اللي كنستعملوا باش ندخلوا للمواقع ديال مؤسسات حكومية واشنه هو هي المشاريع اللي عنده في الرأس دياله واشنه بغي تدير كيفما أنه في الفقرة ديال الأخبار ديال الجالية المغربية غنشوفوا الفيديو ديال السقوط ديال طفلة فاطمة هي إخوان من الطابق الخامس في مدينة طورينو تم البت ديالو إخوان في الجلسة المحاكمة وغنشوفوا الفيديو إخوان اللي تنشر اليوم ديال المواطن المغربي اللي كان يسوق بمية وخمسين كلمتر في الساعة كيفاش غا يسدم السيارة اللي كان وراك مفاجوج ديال إيطاليات اللي توفاو وغن تكلمو كذلك على المحاكمة يا إخوان ديال أدريات تيشي اللي كانت اليوم يا إخوان أول جلسة ولكن ما حضرش وغنشوفوا كذلك المسيرة الكبيرة من أجل الفتاة المغربي أيمن در يا إخوان اللي رجال الشرطة لقاوهم حروق وفي الفقرة الأخيرة غن تكلمو على موري تسيو كوستانسو اللي هو هي الزوج ديال ماريا دي فيليبي موديع وصحفي مشهور في إيطاليا توفى اليوم على السن ديالة 84 سنة غن تكلمو على البرنامج تاريخي ديالو اللي غيرت تاريخ ديالة الفزة الإيطالية ورطا بيت الحال وكيفما العادة كنا بغيشكركم جزيلا شكرا لدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشتركاش اشتركوا باش تبقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غن تكلمو على واحد الموضوع غاية في الأهمية يتعلق بالإمضاءات والنصيحة اللي غادي نعطيكم اليوم هي نصيحة اللي ربما غادي تنفعكم وكين اللي خدام بيها وكيستعملها يوميا ونافعها وكتجنبكم المشاكيل وكين اللي عارف هاد القوانين ولكن ما كيطبقهاش لأنه انتو ماراكم عارف نحن في واحد دولة ديال القانون كيخدموا معاك عرب السيلو اللي قال هالسيلو هي اللي قيلتيها انت ما كيناش ولو قيت اللي كتحط الإمضاء ديالك على واحد الواتيقة كتقول بلا أنه أنا السيد الفلال فلاني أو السيدة الفلال فلانية قريت هاد الواتيقة أو هاد العقد وفهمتو والشروط اللي فيه أنا قابل بيهم أرى لي وحد الإمضاء هنايا ولذلك الوقيت اللي من بعد تلت سنين ربع سنين ست سنين كيجبت لك هذاك العقد ولهذاك الواتيقة الصداع والسيد اللي انت هيك تحس بلا أنه وراه ظلمك وبلا أنه وراه حقرك واخت بغيت بشي معاني المحكامة هو اللي غايفوز عليك لأنه السيد هو الإخدام أنا باش يشهد علي الله إخوان هاد الموضوع كتغنت تطرق ليه لبارح ولكن لبارح الأخبار كانت قليلة جدا وباش ما نبقاش نتكلم عن رفس المواضيع قلت بلا ما نشجل ولكن اليوم في الصباح عيت لي أخ آخر وتكلم معاي على واحد الموضوع لما نجيت نشوف عنده علاقة بهاد الإمضاءات ولذلك غنتكلم على هاد النقطة وإن شاء الله فيها استفادة لأنه كيف ما نقوله القانون لا يحمي المغفرين الناس اللي كتغفل على بعض الأشياء القانون ما كيحميهاش والخطأ الكبير اللي كتدير الناس هو أنه كتحشم في مواقف اللي ما خصشتش حشم فيها نهائيا علاش غنحشم أمام واحد الباترون جيب ليه كونترا جديدة غنبدلو لك الكونترا مداليه هنا علاش غدين مداليه تماميه علاش هذيك الكونترا من ديهاش أنا وقبل ما نوصل الدار ديالي طلاق السندكاتي النقابة را هم موجودين 12 أورو 10 أورو للشهر كيقدموا لك الخدمة ديالهم وتدليم أيواتي قوي شرحوها لك ويقولون لك واشنطايا مضرور وما مضرور وما مضرور وما تتمضي وما تتمضيش وحاميينك وعندهم محاميين ولذلك النقابات يا إخوان نخارطوا فيهم وخمس قول الشركة ديالك را عندي نقابة وقول النقابات مدك لاريوش بيها إلا خفتي أنها تجبت لك صدر مع الشركة ديالك ولكن يا إخوان را فيهم منفعة الواحد إلا مقاريش في هذا البلاد يمشي عد النقابات را غي يعونوه طبية الحال إلا هذيك الكونترا ديال الباترون ديالك مزيانة مخسر نوالو وديتها للدار ديالي قريتها فهمتها جبتها لك الغدليم سينيا إلا في هذ دغول غذي تعيق وغذي تفيق وبالباترون ديالك را ما غيتقلقش ما تقول لك حقا عنده الثقافية غادي نخدلو حقا غادي تنقص الثقا غا يقول هذي السيد ما تعيقش فيه إلا الباترون ديالك براسو الوقت اللي كيبش عد بنكا ما كيمديش لهم سريعا الوقت اللي كيقلس مع الشركة غا تعطيه الخدمة وغا يسينو على واحد الكونترا ما كيمديش سريعا عارف اللي يام كديرة ما ديو ما جي فيها ولذلك ما تبقوش ديما عير تمضيو نجو للموضوع آخر للكرا وراك نعود لكم يا إخوان قصص ديت ناس اللي عطت ليو قصص واقعية الناس كتبشي كتقول أو هذي السيد عركي يتبسم لي في وجهي سيد درويش دريف ما يكونش يعني مشاكل من عنده ذلك الشي دار شفتها عجبتني زوينة أجي نمضييلك لا شوف ديك الكونترا أشنو فيها أشنها هماية الشروط دياله وش حاطلك شي فراش شمو حيث إلا حاطلك فراش وانتبني خرج شي غادي تقول لي اللارة ما كانش فيها اللا ودرك سينيتي عليه وأمن بمحكمة هو اللي غير بحك أو أنه بعض الناس كيسكنوا حتى كيعيو كيبغيو يغيروا يغيروا الدار أتكعيطوا المدار قالوا رغا نخرج المدار الشهر الجاي أفي نوا غادي غايقولك رع عندك كونترا كتقول خاصلك تعلمني ستشهر قبل إلا بغايت تبشي الشهر الجاي الله يعاونك ولكن ديك ستشهر خاصلك تخلصها ليا ولا ما خلصتاش نتابعك المحاكمة وفي المحاكمة هو اللي غير بحك هذا القانون والطامة الكبرى هي الشيراء لأنه إلا كان الكراق كتبشي دار وتأتي دار اللي خدمة تبشي خدمة وتأتي خدمة الشرى اللي موشكيل حياتك كامل وانتك تجمع الفلوس بشري دار في الأغلبية الحالة نحن كنت تكلمو إخوان في غالبية الحالة ما كيوقع والو ولكن إلا وقع خاصلك تفادى ولذلك الوقاية اللي الواحد منك يبغي شي ما توقعش بشي تشوف الدار وش مش مشا الموقع ديالهم زيان وش يعني ما فيهاش الموفا وهذه المسائل هذي كلها مسائل خاصلك تشوفها ولكن شوف كذلك الوطائق نقدر أنه هذك التسر ديال الدار فيه الدارة غير قانونية مثلا وهذا الشيء إخوان أنا شخصيا نوقع معايا والصديق ديالي اللي كان معايا في هذيك النهار تهوي إخوان حالين في مشاكل بسبب أنه الوطائق يدار فيهم أشياء غير قانونية غتقول لي النوطي الركي دير المراقبة للدار كانت ديزة في الكتبة وبشيتي إخوان تفاوتت عليها هذي الشيء نعود لكم يا إخوان شي سبع سنين هذي ونقصوا لي بزاف هذك النقيس اللي نقصوا لي ما كانش إخوان دخل لي دار باش عطاوها لي مش هذك والثمن للسوق ولذلك الوقاية اللي صافتوا لي الوطائق أنا قرأتهم هما صافتهم لي باش يحيدوا المسؤولية عليهم لذلك سوف يقول لك نحن صافتناهم لك سوف تكاتب معهم نبينا عليه السلام صافي اللي اعطى الله اعطاها كب المعرك رشك ديك الساعة أشنو تلقيت بلأنه الدار غير قانوني واختح تك انفرماسيان وكون كيف ما قال لي الصديق قال لي يكون كتف بلاسك سوف ينكتبها وغيروها بيا حاليا اخوانا هات الصديق القارس ومشاكيل عاطي تصبيق حاليا في محكامة ومحاميين وشوف تصبيق واشي رجع وانا ميرجع الوطائق هات كلاب قدما تقرأهم قبل ما تشي الى الامام الدار بغير تشري طلب الوثائق دياله وقرأهم اراه ماشي عيب هذا الشي ما تحشموش في هذا الشي رأيك كيف ما تقول المثال المغربي اللي يحشم على مدره الشيطان غره الشيطان هو اللي يغر بيكم والمكالم اللي قلت لكم الصباح عايط لي يا اخوان اخ عاربتوا شكولي عايط لي عايط لي السيد اللي تكلم عليه ثلث يام هذي قلنا كين واحد السيد فقوالدو وطادينو عنده ثمانية ديال السيارات ولبس عليه وكياخد دخل المواطنة تبيب اللي انا ودك السيد ما لبس عليه ما عنده ثمانية السيارات مواله غتقول يا اذا نصفيان كذبوا عني المواقع لا ما كذبوش عني هو في المكان مش معنا عير ضحك لانه اخوان هو براس عتارف قل لك انا شوية ما واخدش الامور بجدية في هاد النوقات وراك نتكلم الرسمي ولكن في الواقع اشياء اخرى مختلفة فينا هما تمنيت السيارات قل وديركت كانت ديم المغرب نبيعهم في السنوات الماضية وكان اللي في موريطانيا علش لم يمحيتي همش المواطني زادس يمحيهم كيقول لي اللي لخص السيارات إلا بغيت يتمحيهم ديم الواحد فوري يلوحهم واجب الوثيقة قل السيارات لا أعرف مواطني وربما يحذفهم في السنغال واشنو اللي واقع اللي واقع هو أن تمني السيارات كي يحسب عليه البولو كل سنة في سميته وطل علي هليزي وهو راه عدو عرفيات والسيارة من هذوك السيارات مديالوش ديال الصادق ديالو وكتبها في سميته وهو يبش ينقص علي السورانس علش ندير أنا هادشي صادق ديالي آه ندير معاه مزيان آه نكون راجل معاه آه ولكن باش نكتب حاجة في سميته وتجلي من بعض السينين تشكر علي ضرر لق شخص آخر كنعرف يالله جمع المغرب وكان يأخوان يالله دير 18 فرض من العائلة ديالو كتب لي السيارة في سميته يعني هو ما يالله جاي طاليا مفاهموالو وكتبو لي الطموبيل في سميته هذي الطموبيل ما تستعمل استعمال مزيان بغني اخوان باش يتعجروا فيها غادي تشد وفيها الحشيش ديال من السيارة ديال فولان فولان مسكين خدام معلي ما بي دوه اخوان للسجن وهذا الشراه واقعي اخوان ناهيك على هذا مني سوّلت على البرتية ايفا اللي فاتح قل قل ادي انا البرتية ايفا راعدرت بها الوراق را مخدمش بها علاش مخليها مفتوحة من الفين كتراكم عليها تلت الاسمية اورو ديال الكنتريبوتي سنويا تقريبا ربعالاف اورو في عشرين عام راها تقريبا تسعين مليون مليون بالضرائب ياخوان بالغارامات علاش انا نبقى فاتح كنعود نذكر بلا الناس اللي عندهم هاد المشكيل فاتح بارتية ايفا قديمة انا بغيب شي يصد ها ليوم ما تقول الكمر تشاريست سدي واحد بارتية ايفا راني فاتح في الفين اول انا فاتح في الفين وخمس سير سد كيو زورة ريات رات تكلمت على هاد النقطة مرارا وتكرارا يعني اشنو كيعني كنت يعني انه تذيك البرتية ايفا فتحتها في الفين وقعت تستعمل للمدة ربع سنين ستسد في الفين وربعة ستقول الكمر تشاريست سدها لي كأنه في الفين وربعة هو ستسدها لك وهذا الكنتريبوتي اللي منذ الفين وربعة لحد اليوم ما تحسب ويتمح حيث الكنتريبوتي من الفين وربعة اليوم ستتخلص اذا الكنتريبوتي من الفين وربعة اليوم ما ستتخلص وماني سولته وعلى شدره معا قل القضية دباع حالية في المحكامة وقال لك المشكل السيد اللي يعمل في البوستة حقا قل يراد وقال لي ما عندي ستجد زوكوباتو ولكن انا مقيت لدي في البوستة ضد الكلمة المواطن المغربي ستجد لأنه مني تريد دخل المواطنة تطرقنا لها بلا انت تحترم جميع الشروط وكتوفر جميع الشروط وما كدبتيش وكتمضي واخدك السيد اللي هو في البوستة سوف يفتاري لك وعمر لك أشياء اللي ما كين اش انت رك مضايتي خرق قبل ما وكتبوهم لك القانون X رقم كدا وكدا في العقوبة كدا وكدا وانا راني فهمت وراني قريت وراني متافق معاكم وكلم مضاي ولذلك المسؤولية من ناحية القانونية غيتحمل المواطن المغربي السيد ما عنده تشيح حاجة عنده سيارة فيات ولكن مني كتجي كتشوف رأى لابس علي بالنسبة للدولة هاتشي علاش بسبب السيلو وما كيدير ناصحة لي وجه الله ما تبقوش تحشمو يا إخوان سمحوا لي طويل شوية فهذا الفقرة ولكن راك نظن أنه الناس خصصوا عبها القادية وخبز زف دي الناس عارف منها ولكن را مر مر الناس كتحشم ما تبقوش تحشمو في المسائل اللي هي عنده أم إيطالية الأب مغريبي وغذي ترمم الباركو دي الصين كيام وغذي تتوفى فهذا الساحة اللي كتطلع الباركو دي الهم أو الباركو دي الشاب محسين اللي عنده 33 سنة واللي كان الرافق دي الأم دي المهم يومين هذي كان الجلسة المحاكمة وفي هذي الجلسة يا إخوان الخبراء وكذلك النيابة العامة بين واحد الفيديو اللي كان قاسح وقاسح بزاف هذي الفيديو محسين رفض أنه يشوف ولذلك وقف وغادر القاعدة المحكمة رافقوه رجال الشرطة دي السيجن ولذلك ما شفش الفيديو الفيديو تقريبا كان 10 6 دقيق وكان واحد الفيديو على حساب ما يقول الصحف قاسح بزاف لأنه فيديو دي الكاميرا المراقبة اللي كتوتق لحظة سقوط فاطمة واشن وقع من بعد ما طاحت فيديو اللي كيف ما تشوف معايا هذا الصين كيام البالكو دي المحسين وهذا اللي بالخضري نازل هو المصار اللي دارت فاطمة من طاحت خستكم تعارفوا بلا أنه الوقاية اللي ديركت مترو وعشرين سنتيم لتحت يا في الأرض كانت الطفلة فاطمة اللي على حسب ما بي الفيديو لوقيت اللي طاحت بكثرة القوة لأنه طاحت 20 مترو ستضرب وستهز يعني كأن ي تقلب مسكينه وستعود طاحت ثاني وستطيع مل من بعد رطابية الحال في 10 دقيق بينه كذلك أشن وقع أول وحدي اللي سيسمع الصداع الطفلة طاحت هي هات السيدة اللي خدمي في المخبازة كين التحت سيأتي كذلك الجيران ومن بعد ستنزل لأم ديالها وكذلك موحسين والكاميرا ستبين بلأن ممكن تعانق ويصبر بعض ديالهم يعني فهذه المرحلة الأولى من بعد السيدة ستحاول أن تخبي عليه والغد اللي ستغير النسخة ديالها النيابة العامة كتقول بلأن موحسين دار هذا العمل عنوى يعني بغي لوح الطفلة لأن كان مع الصب وكان بغي عاقب الأم ديالها لأن تخصم معها في حين أن هو يقول تكلعب بها وطاحت لي من يدي بطبيط اللي خاص تتعرف هو أن أنه باش عارف واش عزن والطول والدراع وجميع المعلومات على الباركو على العلو أي حاجة محتاج لأن يقدروا في الكمبيوتر يدروا عشرة ديال السيناريوهات ويشوفوا شكونا هي مطابقة لها الحالة والما كان اللي يلقوا فيه فاطمة غير القوا بلأن هم في عشرة السيناريوهات يجوج الحالات لفاطمة كانت يطيح تمامايا وفي هذو الجوج الحالات تبين لهم بلأن كانت القوة دافعة يعني شي حاجة دفعتها بخلاصة العبارة وكيف يكتب الكوريال هذا السيارة طفلة تلاحط والترمات ماشي طاحت من بعد ما كان يلعب معها طبي الحل محسين الحدود اليوم يقول بلأن رطحت لي وبلأن ندمان وطلب اسماحة وقال بلأن الخبرة تأكد العكس والنيابة العامة هي ضده وبقى أنها تتابعة بالعقوبة القتل ناهيك على أن هو اعتار في إخوان بلأن كان تحت تأثير المخدرات ذي الليلة المهم ما علينا سوف نرى مبادرة زوينة التي دارت في البلدية الميري التي كان في الجنوب الطالية هي التي توفى فيها الشاب المغربي أيمن ولي الحدود الساعة ما زلت تحقيق باش يعرفوا إخوان شكل قتله وكان واحد اللقاء صراحة من أجل دعم الإنصاط للشباب ويعرفوا كذلك المشاكل ديالهم وكان هذا اللقاء حضروا لي بزاف ديال الأطفال كيف ما تشوفوا بزاف ديال ترامي ديال المدرسة حضروا لي ناس من البلدية مسؤولين السياسيين الناس يتابع المؤسسة الدينية وجمعي ديال المنطقة وطبيق كان كذلك وحد تكريم وحد الوادع يخوان طفل أيمن وهذا الشراكبي لكم المكان دياله في البلسة اللي كان ساكن فيها راشح من واحد كيف يتوف تش وحد ما كيف يدير ولذلك تدر راكف ما تقول عائلة دياله درويش ومحبوب من عدل جميع وهذا خير دليل شوفوش حدي الحضور كان أمام المقر ديال البلدية وهذو مسؤولين اللي كانوا حاضرين تمامايا والناس من البلدية والحضور ديال الشباب من أجل هاد المبادرة في حين أنه فيديو آخر اللي غدي نوريكم يخوان هنا يرا الفيديو سريع غدي تشوف معايا هنالفوق هنا ما تشوف هاد الاماكن هاد الفيديو وثق السيارة ديال المواطن المغربي اللي كان غدي بسرعة فائقة 150 كيلومتر في الساعة وغاي خرج في السيارة ديال الجوج ديال الإيطالي وغدي قتلهم يعني هاد اول فيديو اخرج اليوم شوف معايا مزيان هنالفوق غتبان السيارة اللولة ديال الإيطالية هاد المواطن المغربي يا اخوان سرعة فائقة وغدي تخرج السيارة ديال ومن هنا شوف يا اخوان يعني كانت واحد الكسيدة خيبة وخيبة بزاف غان عودي اخوة الفيديو من جديد يعني قوة كانت قوية بزاف دربة صعيبة بزاف وهنا الخروج يا اخوان هو مطرال هو والو والإيطاليات بجوجهم يا اخوان توفا من بعد ما كانوا راجعين من واحد العيد ديال ميلاد في حين انه اخوان كانت اول جلسة ديال ادريات تيش ادريات هو اللي كان قتلي اخوان في يونس البستاوي ولكن تم تأجيل الجلسة الى يوم 13 مارس لانه كان الخطأ في النوتيفكة المتهم يعني بديالو وناس جاءوا من المغرب كذلك وكذلك الزوجة والابناء الزوجة هي اخوان اللي تعييك الطالب بالحق ديال الزوج ديال فهذه القضية وانتمنوي اخوان انه القانون ياخذ الحق لهذا الاب اللي توفى لانه تكلمنا سابقا على انه البروكورة ديال بافية فيها بزاف ديال المشاكيل اخوان كان كان كلام على انه دفاع ديال العائلة ديال يونس البسطوي الله يرحمه كانوا يطالبوا بالتنقيل ديال الميلف من المحكمة ديال بافية الى ميلانو وعلى حسن ما كيتبين احد المحامين ديال ادرياتي قالك احنا ما لدينا مشاكيل ولكن في النظر ديال اخوان عير يقولوا قالك لانه بافية عليه واحد ضغط راهيب وتا هو ما قاش محمل الضغط ولا بدلتوا لنا المحكمة سيكون حسن لي حتى هو نذكر بلا انه متابع بالافراط في الدفاع علي النفس وماشي بالقتل العمد او الغير العمد ولكن القادي اثناء المحكمة واثناء الجلسات الاولية عنده امكانية انه يغير اخوان التهمة لانه التهمة ره خفيفة اخفيفة بزاف فهذا الفقر يا اخوان ستكلموا على سبيد والجدل اللي كان في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا انه العديد من الصحف الايطالية تكلمات على انه الحكومة ديال جورجا ميلوني بغت حييت سبيد باش تعتمد على سيستام جديد اخر وطبية الحالة هنا يا اخوان اليساريين ما تقبلوش الامر وقالوا بلا انه سبيد من بين الاشياء اللي خدمت في ايطاليا ونفع المواطنين علاش غادي تم تغيير دياله خصوصا انه نهار 23 في شهر ربعة يعني كنتكلموا يا اخوان من هنا الواحد شهرين تقريبا غادي سكاضي اخوان الكونترا لدير الحكومة الايطالية مع واحد سعادية الشركة اللي يعطي سبيد من بين هاتيم من بين هكذلك البوستا ولذلك كينكلم على انه الحكومة ما بغاش تجدد هاد الكونترا ولكن مسؤولين من الحكومة ديال جورجا مينوني كيأكدوا بلا انه غاي كونت جديد ديال الكونترا مع هاد الشركات ولكن يا اخوان الشركات كيطالبوا من الحكومة الايطالية انهم زيدهم الفلوس وخاهم يتخلصوا يعني العديد منهم يتخلصوا باش يدروا سبيد في الاول كان فابور مع البوستا حاليا يتخلصوا ولكن عرف 2022 طالب على سبيد زاد بوحة طريقة كبيرة بزاف 6 مليون ديال الناس اللي طلبوه واحد المليار استعمال زيدة مقارنة بالسنوات الماضية يعني يتستعمل بزاف باش الناس دخل الادارات العامة ودخل المواقع الحكومية ودخل المواقع ديال البلدية رطبيط الحال حاليا المطالب ديال هات الشركة هو انه الحكومة الايطالية تعطيهم 50 مليون ديال الاورو 50 مليار اللي غيقسمو هم بيناتهم باش يقدروا انهم يواجهوا تكاليف ديال هات السيستام نايك على هدا كين كلام اخر على النوات الجديد ديال الكونترا ديال سبيت اللي غادي تكون في شهر ربعة نهار ثلاثة وعشرين غايكون عير على المستوى المتوسط لانه من بعد الحكومة الايطالية بغا تفكر في الجديد والجديد اللي عن جورجا ميلونيك نتطرق للي سابقا اقنب لانه بغا تستعمل الكارطة دي انتيتا هاديك اخوان سكيدة ديال بلاستيك باش انه المواطنين يستعمل ها كبطاقة ديال التعريف وكذلك كبطاقة باش يدخلوا بها في جميع المواقع الحكومية يعني عرب الكارط بدون سبيت ولكن باش تستعمل الكارط خاص لليكسور ديال واحد الالة تكون عندك او انه التليفون ديال تكون فيه واحد تقنية اللي من خلالها عير الوقت كين سيستم اخر اللي كيوجد فيه الاتحاد الاوروبي باش من هنا السنوات القادمة ايو اللي عندنا واحد البستامي اخوان رقمي يعني بستام اللي فيه الكارط ديال 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 اللي فيه البيرمي ديال اللي فيه جميع الوطائق او الشهادات ديال البلدية الشهادات ديال القرايات ديبلوم الاجازات واي حاجة المواطن بغيها يلقاها في هذك التطبيق ولذلك كين كلام كذلك على انه الحكومة بغت دير واحد تطبيق جديد للدخل فيه اول لكار دين تيتا وكذلك باش توجد راس هل وقيت لاتحاد الاوروبي يتافقي اخوان على هذ التطبيق اللي غيد دير تلقى راس ديج موجودة وحد الخطوة للامام ولكن اجمال اخوان هذا الموضوع يعني معقد شوية فيه الكثير من القيل والقال اليمينيين ضد اليساريين في مواقع التواصل الاجتماعي اللي نقدر نقول لكم وعلى حساب اخوان السوليفان تي كواتروري السبيد ما زال مكمل معنا راحتا من بيع 23 في شربة لانه صراحة راك يستعملوه وديل الجيهات اللي خدام به فهذا الفقر يا اخوان وسريعا وفي دقيقة غن تكلمو عن ماوري تسيو كوستانسو اللي هو يا اخوان موديع وصح في ايطاليا مشهور بزاف والناس اللي قديمة في الطالية راك تعرفوا مزيان توفي اخوان اليوم على السن دي لاربعة وتمانين سانة وعلى حساب الناس اللي كان تفجن ديالو قلك بقاك يخدم حتى الاخر الساعات في الحياة ديالو والبرنامج ديالو اللي كان بدأ في 1977 كان باقي يخدم يا اخوان الى غاية الاسابيع الماضية يعني برنامج اللي الحلقات ديالو وصلت للربعة الاف وربعمية وتمانين حلقة موري تسيو كوستانسو اللي متعرفوش راهو كذلك اخوان الزوج ديال ماريا فيليبي اللي كتقدم برنامج تا بوستا فرتي المهم ما علينا اخوان هات السيد صراحة تغير التاريخ ديت الفازة الايطالية الى فيسبا كيدير بورتا بورتا وتيقولوا بلا انه السوديو ديال فيسبا كأنه الغرفة الثالثة ديال برنامان لانه البرنامان عنده الغرفة الاولى والثانية والسوديو ديال فيسبا البرامج كين موضيع وكين ضيوف وكين تناقشوا على واحد الموضوع وتخيلوا معاي اخوان انه الضيوف ديال فات وثلاثين الف ضيف فهات السينين كاملة والبرنامج ديال غير التاريخ ديال الفازة الايطالية لدرج انه كيف ما تعود المؤرخين والناس اللي عاشوا ذيك الحقبة فال 1977 كانت ازمة الطاقة لانه البرامج التلفزيونية فعوض انه لم يسدد الفازة مع 11 كانوا بغني طاوله غير اعطيه واحد البرنامج وغير بدي اخوان بهذا المسألة ديال الضيوف ولذلك كانت كيدوز من الاثنين الاثنين وهذا البرنامج بقى من 99 الى غاية هاد الأيام او الاسابيع الماضية حتى اليوم توفى ورا كين البرنامج